حالة من الارتياح عمّت المسافرين في مطار هونغ كونغ بعد فتح أحد أكثر المطارات في العالم ازدحاما في أعقاب تجمع المحتجين داخل المطار ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات سلطات المطار قالت إنها ستعمل على تسريع عودة الأمور إلى مجرياتها الطبيعية لكنها نوهت إلى أنها رصدت خططا لتنظيم احتجاجات جديدة في المطار المسافرون العالقون عبر البعض منهم عن استيائه لهذا الشكل من الاحتجاج داخل المطار لا أعتقد أن هذا جيد أتفهم ما يطالب به المحتجون وأؤيد لكن عليهم أن يراعوا المسافرين في المطار هناك أسباب لتظاهر لكني أرى أن تظاهر في المطار ليس الطريق المثلى للتعبير عن أي احتجاج فقد أدى هذا الاحتجاج إلى الكثير من الاضطرابات للمسافرين من جانبها شددت رئيسة حكومة هونغ كونغ على رفضها للاحتجاجات التي تضر بحكم القانون مؤكدة أن تعافي المدينة من هذه الاحتجاجات سيستغرق وقتا طويلا ودوليا دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى تجنب العنف فيما أكدت الصين على أن هونغ كونغ تمر بمرحلة حرجة مع استمرار الاحتجاجات لأكثر من شهرين ترجمة نانسي قنقر